حسناً، هذا الجهاز تحكم من عن بعد شامل سنقوم اليوم بتفكيكي من رؤية ما في داخله وكيف يعمل يوجد نوعان مختلفان من الأجهزة التحكم عن بعد الشاملة هناك أجهزة التحكم عن بعد الذكية وأجهزة التحكم التي تعمل على مكتبات الأكواد هذا الجهاز يعمل على مكتبات الأكواد ربما تكون الأجهزة الذكية أكثر تكلفة ولكن تمتاز الأجهزة الذكية أنه بإمكانك وضعها بجوار الجهاز الأصلي واستخدام الجهاز الأصلي لمرمجتها ثم سيعمل الجهاز التعكم الذكي بنفس طريقة عمل الجهاز الأصلي إنها على تكلفة وأكثر تعقيداً ويتضمن هذا الجهاز مكتبة أكواد لذلك نقوم بإدخال سلسلة معينة من الأرقام للحصول على مجموعة أكواد محددة ومن ثم يصبح الجهاز قادراً على تشغيل أي جهاز يعمل بنفس الأكواد المدخلة لقد قمت للتو بفتح هذه العلبة لنخرج جهاز التعكم كما ترون يوجد عدد من الأزرار المختلفة ويؤدي كل منها وظائف مختلفة ويوجد هناك صمام باعث للضوء صغير يضيء هناك لنزع الغطاء الخلفي وهو عبارة عن غطاء حاوية بطاريات صغير إن هذا الغطاء مقولب بالحق يمكننا معرفة ذلك لعدد من الأسباب يتمثل أحد هذه الأسباب في أنه مصنوع بدقة كما ويحتوي على علامات المسامير للإخراج وبالتالي تعود هذه الدوائر الصغيرة في الأساس لمسامير تم استخدامها لإخراج القطعة خارج القالب بعد الانتهاء من صنع الغطاء يمكنكم رؤية أنه مصنوع من بلاستيك الأي بي اس الإكريلونيتريل أستايرين وتم اختيار هذا النوع من البلاستيك لانخفاض تكلفته وتحمله للصدمات ويعرف جميعنا أن أجزة التحكم عن بعد معرضة بشكل كبير للصدمات والسقوط لذلك يعد هذا النوع من البلاستيك مناسب بشكل كبير للاستخدام هنا دعونا نحاول فتح هذين الجزئين ها نحن ذا حسنا لقد تم صب هذين الجزئين معا حسنا حسنا يستخدم هذا الجهاز مداخل متطابقة بالضغط لأنها تتضمن تداخل ولأنها عبارة عن ألسنة وفرزات تتركب معا بالضغط دون استخدام مرابط كالبراغي وخلافه مرة أخرى تمت صناعة كلا الغطائين السفلي والعلوي من البلاستيك اي بي اس حيث يمكنكم رؤية رمز البلاستيك الاي بي اس هنا ورمز إعادة تدوير البلاستيك على أي حال تسمى هذه الأجزاء بالبروزات أو الأعمدة وتقوم بتثبيت اللوحة الكربائية في مكانها عما هنا فهذه هي المشابك الصغيرة التي تسهل من تركيب جزئي الغطاء معا ويهدف عدم وجود أي من البراغي في هذا الجهاز إلى خفض تكلفة صنع الجهاز حقا إنه جهاز تحكم الرخيص الثمن ويتيح تخفيض التكلفة إنتاج كميات محدودة مع ضمان تحقيق أرباح يمكنكم رؤية وجود عدد من الأجزاء المختلفة هذه النوابض الزنبروكية هنا متصلة مع البطاريات لذلك يوجد نوابض زنبروكية في الداخل هنا وأخرى هناك ويبدو أن البطاريات المستخدمة هنا من بطاريات AAA يمر التيار عبر النوابض الزنبروكية إلى الجانب الآخر من اللوحة يوجد مقاومة هنا ربما تكون منقية من نوع ما ومكثف مكثف عازل كما ويوجد في الأعلى صمام مباعث للأشيعة تحت الحمراء يبعث هذا الصمام ضوء في طيف الأشيعة الحمراء ولا يمكن رؤية الأشيعة الحمراء فهي خفية وهذا أمر جيد لأنك لا ترقب في تسليط ضوء على تلفازك أو مكبر الصوت باستمرار حسناً يوجد صمام مباعث للضوء مؤشر هنا لنقلم ذلك لدينا هنا لوحة دائرة كربائية مطبوعة وأزرار ويتمثل سبب آخر لاستخدام بلاستيك مقاولة بالحقن في الدقة المتناهية التي تكون عليها القطعة المنتجة وبالتالي الحصول على قطعة جيدة ومناسبة بحيث تتناسب والأزرار الموجودة لدينا هنا كما ويشكل استخدام هذا الشكل من الأزرار طريقة جيدة لتقليل التكلفة بسبب عدم وجود أي حاجة لوضع زنبروكات لإعادة الأزرار لأماكنها بل تقوم المادة التي تم تصنيعها منها بذلك وتسمى هذه المادة سانتو بريم وتمتاز بمرونة معينة مما يجعل الزر يعود إلى موضعه الأصلي بعد الضغط عليه وبالتالي لا حاجة للنوابض الزنبروكية يوجد هنا نقاط تلامس موصلة تلامس نقاط التوصيل الموجودة على اللوحة عندما يتم الضغط على الزر لست متأكداً من إمكانية رؤية هذه الأجزاء الصغيرة هنا بوضوح ولهذه الأجزاء الصغيرة هنا نقاط توصيل متشابكة مكشوفة وعندما يتم الضغط على زر تجعل الموصل في الجهة الخلفية هنا يلامس هذه الأجزاء المكشوفة ويتم إرسال النبض الكهربائي لهذا الجزء الذي هو دائرة متكاملة صغيرة يتم تخزيم مكتبة الأكواد فيها كما وتحل الإشارات كل من هذه المفاتيح أيضاً فلو كنت تريد مشاهدة القناة الرابعة تضغط الزر وبالتالي تتصل بهذه النقطة هنا ثم يرسل هذا الجزء رسالة للبطاريات لتقوم بإرسال طاقة إلى الصمام الباعة للضوء هنا فيقوم بإرسال النبضات وبدوره يعمل الصمام إحداث نبضات ذات نمط معين ويتم تحليل هذا النمط بواسطة مكبر الصوت أو التلفاز ويجعل الجهاز يقوم بالتحويل إلى تلك القناة كما ترون في الخلف إن الجزء الخلفي من اللوحة هنا مصنوع من الألياف الزردية بشكل كامل ويوجد طبقة رقيقة من النحاس على الخلف تحتوي الأجزاء ذات اللون الأخضر الفاتح على النحاس بينما لا تحتوي الأجزاء ذات اللون الأخضر الغامق على أي نحاس هذا يسمح لك بإطافة ما يشبه الأسلاك لوصل الأجهزة ببعضها يعمل النحاس كسلك فهو موصل وتعمل المساحات بين النحاس كمواد عازلة وبالتالي لا يحدث أي قصور تسمح وصولات النحاس الصغيرة هنا بمغور التيار وترسل إشارة مرة أخرى للمعالج المصغر مرة أخرى يقوم المعالج المصغر بتحليلها ثم يقوم بإرسال إشارات صمام الأشععة تحت الحمراء الذي يعمل بدوره على إرسال الإشارات إلى التلفاز إذا تمكنتم من رؤية ذلك من خلال كاميرا أشععة تحت حمراء سترون سلسلة من ومضات مختلفة من الأشععة قادمة من الصمام الثناء الباعث الضوء وهذا ما يؤدي لإحداث التغير في التلفاز أو مكبر الصوت ونقاط الاتصال هنا مغطات وبالتالي لا تتعرض للتآكل فهي معزولة نوعا ما إنها مغطات بطلاء ماء غالبا طلاء اللاكر وهذا المعدل اللامع هنا هو لحام القستير بشكل أساسي يربط هذا اللحام الوصلات مع الجانب الآخر من اللوحة ويجب التأكد من وجود توصيلات جيدة موصلية هناك لضمان إرسال الطاقة من البطاقة لللوحة على أي اتحال لقد كان هذا كل شيء هذا هو جهاز التحكم عن بعد الشامل التحكم عن بعد الشامل اشتركوا في القناة